أهلا بكم إذن حسب موقع ببيسي قائمة أجمل الدربية الإفريقية أولا الجزائر ضد مصر ثانيا الجزائر ضد المغرب ثالثا الجزائر ضد تونس رابعا السينيغال كوديفوار وخامسا غانا ضد نيجيريا يذكر أن الجزائر تغلبت على كل مبارايتها الأخيرة ضد مصر والمغرب وتونس والجزائر دائما موجودة بيولي يكشف أسباب تهميش ياسين عدلي تحدث مدرب نادي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عن أسباب تهميش اللاعب الجزائري ياسين عدلي منذ بداية الموسم الحالي وقال مدرب روسونيري في تصريحات له بعد نهاية مواجهة بيولان وابولونيا التي انتهت بهدف لمثله مساء أول أمس لحساب الجولة الثلاثين مناء الدور الإيطالي أن هناك اللاعبين الجيدين في مركز خط الوسط وهو ما يحول دون مشاركة ياسين عدلي مبرزا في ذات الصدد عدلي يعمل بشكل جيد لكن هناك العديد من اللاعبين في منصبه واخترت إبراهيم جياز فهو يمتلك الذكاء ليساعدنا على الفوز كان سيفعل ذلك واكتفى عدلي بالمشاركة في خمس مباريات فقط هذا الموسم بمعدل 121 دقيقة فقط ما يؤكد خروجه من مخططات مدربه ستيفانو بيولي بشكل رسمي وهو الأمر الذي يعني مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إذا يريد مسؤول الناجي الإيطالي إعارته إلى إحدى الأندية المحلية لمنحه مزيدا من الوقت للعب والرفع من مستواه قبل استعادته في الموسم الموالي مع العلم أن عدلي التحق الصيف الماضي قادما من بوردو الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو وفي خبر آخر ريان شرقي يحسم الجدل حول مستقبله الدولي أصبح اللعب الفرنكو الجزائري ريان شرقي المتعلق هذا الموسم بشكل لافت رفقة فارقه أوليمبيك ليون في الملعب الفرنسية قريبا جدا من اللعب لصالح المنتخب الوطني الجزائري وكشفت مصادر إعلامية بأن ريان شرقي متحمس للعب مع المنتخب الوطني الجزائري عكس منتخب إيطاليا وأكدت ذات المصادر بأن ريان شرقي سيختار اللعب مع المنتخب الجزائري بداية من شهر سبتمبر المقبل وفي الأخير كان هذا كل شيء وصلنا إلى نهاية الفيديو نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة